اكثر من سبع سنوات على انتهاء العملية العسكرية في الموصل وما زال ركام المدينة الى اليوم يخفي تحته جثثا تقدر بالالاف رغم اعلان فرق الدفاع المدني انتشال المئات على مدار السنوات الماضية التجول في حطام الجزء الايمن من مدينة الموصل يثير الرهبة والهلع في النفوس حيث يشعر المار ان الارواح لا تزال تطوف في المكان فالهياكل تظهر بين فترة واخرى خلال اعمال رفع الانقاض او تنظيف المنازل لغرض بنائها او الامور التي تشرع بها فرق الدفاع المدني لغرض تأمين المكان من اي مخلفات حربية ويقول مصدر في دائرة الطب العدلي في صحة محافظة نينوى ان عشرات الحالات يتم اجراء تحاليل الدي ان اي عليها للتعرف على هوية الجثث التي يظهر مطابقة ما نسبة تسعين بالمئة بانها تعود لاهل سكان الايمن القديم ويتابع ان غالبية الجثث والهياكل العظمية من المدنيين الابرياء تم تعرف عليها لان ذويهم راجعوا واخذنا منهم عينات تحاليل وتم تعرف عليها وتسليمها لهم كرفات لان ما يتم العثور عليه عبارة عن هياكل عظمية وكان مرصد عراقي حقوقي قد كشف قبل عدة اشهر ان نحو الف جثة لمدنيين ما زالت تحت الانقاض لغاية الان وهي الجثث المعلومة فقط لكن قد يرتفع العدد الى الضعفين في حال رفع انقاض المنازل والمباني الاخرى دائرة الطب العدلي في نينوى ذكرت في تصريح جديد ان نحو خمسة الى ستة هياكل عظمية يتسلمها الطب العدلي من الموصل القديم شهريا التي ما زالت تعيق عودة السكان واذا كان هذا الحال بالنسبة للجثث فكيف هو الحال بالنسبة للمخلفات الحربية والالغام التي تشكل قنابل موقوت قد تنفجر عندما يطأها اي شخص فكيف تنسجم دعوات عودة النازحين مع هذه المخاطر